أهلاً وسهلاً بيكم معينا في حلقة جديدة من قناتكم المتنوعة شيكو سبيس حلقتنا النهاردة إن شاء الله هتكون الحلقة الأولى في سلسلة حلقات الإنجليش بروفيربز يعني إيه إنجليش بروفيربز؟ يعني الأمثال الشعبية باللغة الإنجليزية وأول مسأل شعبي معينا النهاردة أو أول إنجليش بروفيرب معينا النهاردة بيقول يعني إيه؟ يعني الطفل المكتوي بالنار يخاف النار وده بيفكرنا بالمثال الشعبي اللي عندنا المشهور اللي بيقول اللي بيتلسع من الشربة ينفخ في الزباج وده معناه إن اللي بيتلسع من حاجة قوية أو بيتضرر من حاجة جديدة بيبتدي يخلي باله ويحرص حتى لو في حاجة أقل ضرر نشوف المثال اللي بعده يعني إيه؟ يعني عصفور في اليد يساوي أثنين في الشجرة وطبعاً ده بيفكرنا بالمثال الشعبي المشهور اللي عندنا اللي شبهه جداً اللي بيقول عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة وده بيدعو للقناعة اللي هو في إيدي حاجة مضمونة في إيدي وخلاص وده منها أحسن من لو هطول عشرة لو تسلقت الشجرة وسبت الحاجة دي من إيدي علشان أطول العشرة اللي على الشجرة وعندنا كمان بنقول إن القناعة كان زون لا يفنى لو عجبتكم الأمثال اللي معينا النهاردة لا تنسوش تدوسوا لايك وشيروا وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان توصلكم مننا كل فيديوهاتنا الجديدة من قناتكم المتنوعة شيكو سبيس باي بول